ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 إنه هو معنى شو ممكن ترقب تراجي دس رادي وكل السرور بيقلي للتين لي 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 يعني اللي أنا عارفة إنه هما تراجي دس رايد بيحطوا الفينو في بريت أظن يعني لكن ما بيحطوش مش بيبقى هو يعني الروسوفة مش هو طيب بتاع تراجي دس رايد دي باسترامز تضربوها في الالغوليزم ده هو الكلام ده يعني بتقول إن الروسوفة ستاتين بيبقى لي افكاسي أكتر على تراجي دس رايد طبعا تراجي دس رايد بيبقى الاهتمام بي أكتر من تلستيرو شوية في الحالات دي في يعني ما شوها إن لو أنا عندي تراجي دس رايد أعلى من نتين ساعتها بيبقى دال أولوية بالنسبة لي وساعتها الروسوفة ستاتين بيبقى افكاسي بأكتر من مش مقتنع مش مقتنع تعريفها تعريفها بسطادي ازياني ولا هو الالغوليزم دامنين يا محمد سلام عليكم عليكم سترين معلشة كمانس داخل على قصة بتات الرزوفة ستاتين دي هو دكتورة غدا بعد ازن حدقك يعني هو الروسوفة ستاتين بيعتبر من الهي بوتنسي ستاتين تمام وهما الستاتينز موصفين في حالات الكمبايند هايبر ليبيديميا يعني الناس اللي معاهم هايبر كوليستيريليميا مع هايبر تراجليستيريليميا وطبعا المين اكشن بتاعه على الكوليستيرول ان هو زي ما قلت لحادثك ان هو هو الستاتين ان جنرال بيقلل تصنيع الكوليستيرول في الليفر ده المين اكشن بتاعه ان ترين هو بيضرب الانزام اللي هو الاسمه HMG-CoA reductase فبالتالي بيقلل تصنيع الاندوجينس كوليستيرول اللي احنا بنحتاجه في الاصل عشان نحمله على الVLDL يعني هو الVLDL اللي بيطلع من الليفر بيطلع عليه كوليستيرول وتراجليستيريد بس طبعا كمية التراجليستيريد بتبقى اكتر في الVLDL بعد كده لما التشوز بتسحب التراجليستيريد بيتحول الVLDL الى انترميديات بعد كده بيتحول للLDL امان لو انا اصلا ما عنديش المواد الخام اللي هصنع منها الVLDL مع الوقت مع اللون ترم يوز بتاع الستاتين التراجليستيريد بتقله ايه كمان ماشي هو طبعا الجماعة اللي بطلعيني الكلام ده انا برضو الاختناع بتاعي مش عالي اوي دي بس هو الجماعة اللي بطلعيني الستاتينز دي الامريكان وهم الامريكان اللي مصنعين الستاتينز كلهم والستاتينز بزيطرين على كل جاية لارينز في العالم يعني هو في الديفروتك بزيط وانسن اللي احنا بنبدأ لما بنبدأ التريتمنت بتاعت الديفروتك نفسها يا غدا وبتتحسن البروتينيوريا اللي بتروح ايسنكي حتى الستاتين داخل يعني هو شغل شركات في البداية لكن هو الديفروتك انا لما بكون لا انا مش معترضة عالستاتين لا يعني قصود عموما انا مش معترضة الكلام ده بيتحسن الكلام ده بيتحسن وانسن النفروتك سندروم بيحسب تدخل في الريمشن يعني ما بتلاقيش موضوع فالستاتين دي داخلة بس يعني عشان فيها يبركو اجربالي في الموضوع بروتينيوريا وكلام ده ما هو انا مش اعتراضي عالستاتين كالستاتين يعني الكرة هاتل وهو طبعا لا انا اعتراضي على الجملة بتاعت ان انا لو اترايج السترايد اكتر من 150 انا مش عافظة يا محمد هو الالجوريزم ده جاي منين بس لو تقولي يعني حاجة افضيتت اجي بتكلمي in general اجي بتكلمي in general لا الالجوريزم ده منين الالجوريزم نفسه من كذا مصدر يعني كل واحدة فيهم يعني عصد انت اللي عملت الالجوريزم ولا جايبه من حتة اه 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 هو الهايبر لبيديميا ده هو بس انا اعتراضي اعتراضي على انه انت خاصيتي روسوفا لا دي عصلي دي لو هي شغل الشركات زي ما افترها ساروة بتقول ماشي هو روسوفا بوتنت وكل حاجة بس انا يعني هو ما ينفعش ان انا اخفص دي الترايج السترايد لا هو معمول للهايبر كوليستراليميا تمام لكن مش معمول عشان الترايج السترايد ما عارتهاش قبل كاف في مكان لو حد اقراه في حتة تانية يعني انا مش عارفة برضو ترايلز اللي معمولة دي ترايلز حقيقية ولا ترايلز اللي تخدم الدراج نفسه انا مش عارفة لا بص يا غادة سلام عليكم انا عارفة انا عارفة ان روسوفا اللي ابوتنت اكتر من من الاتروفة ستاتر والكلام ده بس برضو قصة ان انا اخصه ان هو يعني ايه ما حطهاش في جايدلاين ان انا لو انا عندي ترايج السترايد اكتر من 150 هستخدم لها روسوفا ولو عندي كوليسترول اكتر من بتير هستخدمه اتروفا لا تما انا هستخدمه لا لا اكلم يا غدا اكلمي تفضلي كتير ازايك يا جماعة الاول عاملين ايه ازايك يعني بصي المعلومات طبعا اللي عندنا واللي منعرفها واللي هم وثاكة في كل الجهات ان لما بيكون في هايبر كوليستروليميا بنيجي بجامعة الاستاتر طب في هايبر كوليستروليميا بلاص هايبر تراجل سريديميا بس فالاستاتر برضو بتقوم بالواجب ليه لانها تعمل داكترا اي نوع منه اي نوع منه بيأطفك لو في هايبر كوليستروليميا ومعها هايبر تراجل سريديميا بس الهايبر تراجلس رايدميا ميلد دي جري اللي ستاتم بتقوم باللازم في الريدكشن بتوع الاتنين لانها بتنزل تراجلس رايد يا دوبك التلاتين في المية فلو كان فيه ميلد او بس كده لو بيور هايبر تراجلس رايدميا لا احنا ندخل باست هايبرات تمام انا بقى ده قصدي ان انا ماشي انا رسوفة او اي واحد فيهم انا مفيش مشكلة بس انا منه رسوفة او اي واحد فيهم الحتة دي مش واحد منهم يعني امكان يكون الاتورفة والرسوفة اقوى طبعا من السنفر لكن الحتة دي يعني انا اين ميبقاش تأثيرهم على الكوليسترول اقوى من تأثيرهم على تراجلس رايد كلهم على فكرة كل الستاتين اه انما خلاص هو بحب ان انا لا تبع رسوفة يعني دلازم تفهميك كده لكن هو زي انت ما بتقولي كده يعني انا سأذلك محمد يعني ايه يعني انا انا ما قريتهاش في حتة ان انا لازم تخص الرسوف انت قريتها في تراير ماشي لكن لو قريتها في الجايدلاينز او لو حتى فتحت ان هو هاير افكسي نعم قالوا ان الرسوفة بيبقى هاير افكسي والعيان ده الهايبر تراجي بس رايدايميا ببقى افكسي باكتر هاير او انت نبص على اخر اخر ا ا ا ا ا ا غى لي بلئنز كلام ده تأثيره مع الكوليسترول زاسيم زاسيم على كوليسترول على التريجريس رايد اصلا اقوله لو الكوليسترول اكتر من متين هستخدم لروسوفا برضو هيبقى احسن القطور ما خدش الديم يعني ديم مش صح معنش يا محمد يعني بقى اتذلك بسرحيتها ديم مش صح هو زي انا ما بقولك احنا من استخدنا في البداية بس وانت بتعالجي النفروتك سندروم بالدراجز بتاعتنا الدنيا بتتحسد وفي الاخر ما بيبقى شر البريفت من الستاتل لا البريفت من التريفنت اللي انت اشتغلت به يعني ده بيبقى حاجة مؤقتة يعني فقط لكن انا معاك ان هم ده السيم كلهم نفس التأثير على الكوليسترول وعلى التريجريس رايد شكرا يا دكتور محمد اللي نعور على المحاضرة الجميل حد تاني يا جماعة ليه سؤال نعزين محاضرة محاضرة انت لسه داخل انت لسه داخل يا احمد نبطشية 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 اه بس الراجل شغال من ساعتها يعني احنا كده خلاصة المحاضرة يا احمد نبطشي عيد تاني طب يا سلام احنا كده انت لسه داخل احنا كده احنا كده احمد طيب نتلعب الموضوع المحاضرة شكرا يا محمد للمحاضرة حنبدأ عرض حالات ممكن لو فيه خلاص الوقت بتاعه ونخرجه ونرجع تاني مين اللي بينظم القصة دي؟ مدريتور يا دكتورة فاطمة انت فيه؟ يا فاطمة المدريتور ولا مين يا دكتورة؟ ولا دكتور الملة؟ أيوة يا فندم هنطلع وحبعة الحضارة فاطمة معنا النهاردة ولا مش معنا؟ موجود يا فندم هنطلع دلوقتي ولا ايه جالك هنسي يعني ان المفروض نطلع؟ والله انا مجديش حاجة احنا ممكن نكمل الحالة هم نكمل لغاية ما الدنيا توقع نفسي يا اول مرة انت فتح يا محمد ما بيدكش تايم صح؟ انا اول مرة اه يعني ما هو بتعالي لو اول مرة انت عامل انت اللي بدأ الميتنج بتعالي اول مرة ما بيفصلش هو بعد تاني مرة معرفش مش كده يحسم ولا ايه؟ اه بيشواء يا فندم مش شواء ولا يدواء بزبت كده اعطينا وايه سلطاين بقى عشان يدفع يا حزب عشان يدفع بقى نزل كل واحد جامل يوم طيب عندنا مين هيبدأ حريمة على رجال؟ طيب انا ممكن ابتدي عشان انا عندي النت يعني ايه بيلعب؟ طيب ماناش يا فقط مانت فضالي لا مصطفى او اه دكتورة غادة حاضيك بقى معايا لان غالبا النت ممكن يسقط في اي وقت يعني او طيب يلا محمد احنا هنقول بس الابديتس بتاعت حالتنا اللي احنا عرضناه يوم اللي اتنين اللي فات اللي هو مصطفى الفلال بريف هستري كده بسرعة ده راجل خمسة واربعين سنة النت ضيباتك recently hypertensive عالهيستري بس يعني الراجل ده كان HCV وتريتد من ثلاث سنين في برايفيت كلينك ما كانش فيه معانا اي data التريتمنت بتاعته قبل او بعد كانت ايه بس الراجل كلينك كان يقال ان الدنيا معاكت كويس ان الدكاترا طلب له تحليل وقتها كان الكرياتلين بتاعه على ثمانية وتسعة كان السي بي سي بتاعته قويسة خالص كان مجلوبا حداشر واربع وقت بلات سنزكة تسعة وستة وكان البلاتلت تلتمية واحد واربعين القلب من كان كويس والسي واربي كان نيجات طلب له وقتها قلب من كانت ريشو كان تلاتة ونص طلب له بوم بروفايل كان الكالسيام سبعة وثلاثة فوسفرس كان ستة واحد والاي بي تي اتش كان ميتين اشتركوا في القناة